ومعنا مشاهدين مباشرة من بغداد الناشط المدني على العنبكي سيد علاء أهلا بك شكرا جديلا لوجودك معنا في نشرتنا بداية كيف ترى مسار الأزمة السياسية الراهنة كناشط مدني هل هناك سيناريو يمكن أن يخرج العراق من هذه الأزمة الراهنة في بعض أمر التحية لحضرتك الكريم ولي قناتكم الموقع مثل ما نلاحظ اليوم العراق في منزلق خطير الأحزاب المسلحة التي تمتلك أجنحة عسكرية مسلحة اليوم تتناحر فيما بينها من أجل السلطة والبقاء في السلطة والضحية هو الشعب العراقي اليوم 40 مليون عراقي هو ضحية أحزاب سياسية فاسدة حكمت العراق على مدى عقدين من الزمن وفشلوا في إدارة الدولة الحل الوحيد الآن هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وحضر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات إذا كانوا يردون يبنون دولة إذا كانوا يحظون على مشاعر العراقيين وحياة العراقيين نعم طيب كيف تقيم موقف المستقلين يعني خلال هذه الأزمة البعض يرى أن الانقساماتهم ربما شكلت ضعفا لدورهم في حل هذه الأزمة ماذا تقول؟ يعني الانقسامات السياسية حتى المستقلين اليوم وقفوا وقفة الحياد لأن أنت تعرف اليوم المدنيين والمستقلين لا يمتلكون أجنحة أسكرية ولا يمتلكون سلاح منفلت ولا يمتلكون ميليشيات فوقفوا وقفوا موقف الحياد يعني لا يقدرون لا يوقفون مع هذه الجهة ولا مع الطرف الآخر فأصبحوا كالمتفرجين اليوم حالهم حال الشعب العراق اليوم الشعب العراق أيضا متفرجوا ينتظر نتيجة من هؤلاء وماكوا أي نتيجة طيب كمستقلين يعني إذا ما عدهم سلاح عفوا إذا ما عدهم سلاح يعني ما عدهم مواقف ما عدهم فد مبادرات ما عدهم فد يعني صياغ يقترحونها على الرأي العام من أجل تبنيها أخي هناك مقترحات من قبل ناشطين مستقلين ومن قبل سياسيين مستقلين ولكن هذه الاقتراحات لم تأخذ في عين الاعتبار يعني الكل متزمت في رأيه الكل يريد يعني على قولته هنالعراقيين كل من يحود النار القرصته ونحن شفنا قبل كام يوم الصار واش حدث بالمنطقة الخضراء من قتل وسفك لبدماء مرة أخرى يعني ما كفاهم الـ 800 شهيد بثورة التشرين اليوم احنا عدنا أكثر من 30 شهيد بهذه المظاهرات التي راحت وأكثر من 200 جريح وهذا السيناريو رح يتكرر ويتكرر مرة أخرى فالمستقل شنو دوره؟ ما إلى أي دور ما يقدر يحكي احنا اليوم تعويننا على القضاء العراقي اليوم القضاء العراقي لازم هو اللي يحل الموقف اليوم هو اللي يكون سيد الموقف القضاء العراقي إذا ما تدخل وما حل الأزمة الأزمة رح تتفاقم وتتزايد نعم مباشرة بغداد النشط المدني على العنبك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك